موسم الحج السنة دي خلاص انتهى النهاردة حيبدأ الحجاج المتعجلين بنزول من الأراضي المقدسة بعد أداء المناسك البعض دايماً بيفكر أول ما يرجع هل حجتي مقبولة؟ إزاي أعرف إن هذه الحجة سليمة وصحيحة وتم تقبلها من الله عز وجل الدوام على الطاعة؟ إزاي أداوم على الطاعة بعد أداء الفريضة؟ أسئلة كتير جداً من ضيوف الرحمن والحجاج بيسألوها لنفسهم بعد أداء هذه الشعيرة المقدسة للإجابة على هذه التساؤلات معنا في الستوديو دكتور حازم مبروك الباحث بهيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف أهلاً بيك فندم وكل عام وحضرتك طيب ونورنا وحضرتك بخير وسعادة أهلاً بيك يعني السؤال الأول أنا بسأل نفسي بعد ما حجيت ربنا تقبل هذه الحجة هل في مؤشرات في بعض العلامات تقول أن هذه الحجة تم قبولها؟ والله بسم الله الحمد والسلام الرحمن الرحيم الحمد والله ربنا والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبيين وعلى آله وصحبه وسلم وبعده فأولاً مسألة القبول هي مسألة مغلقة في فرق بين الصحة وعدم الصحة والقبول وعدم القبول ده في الحج وفي غيره الصلاة أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم اتوضيت ونويت واستقبلت القبلة وأديت أعمال الصلاة أحرمت ونويت وذهبت وأديت المناسك كما قال صلى الله عليه وسلم الحج صحيح لكن مسألة هل هو مقبول ولا لا دي إحنا دايماً يعبر عنها بالتحري ما بنقدرش نحكم على أي عمل في الدنيا مهما قلنا ومهما عملنا إنه مقبول أو لا دي منطقة موقوفة تماماً ولكن إحنا بنتلمس في حاجة في العلم بنشهر ببعض العلمات بالضبط الاستئناس يعني أستأنس مثلاً إنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الصدقة يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة فأخذ منها العلماء إنه من علامات القبول أو التي يكون العمل فيها أرجى للقبول إنه تتبع الحسنة بالحسنة ومن ثم يقول بعض السلف الحسنة تقول أختي أختي والسيئة تقول أختي أختي اللي ماشي في طريق بيكمل فيه فإذن من علامات القبول اللي نقدر نقولها أن يستمر الإنسان على الطاعة بعد الحج وأن يتغير حاله لأن كلنا إحنا بشر ويعترينا النقص وتعترينا الزلات لكن إذا الإنسان واضب على الطاعة بعد الحج هذا يكون من علامات القبول بس مهم جدا ننبه إلى شيء أن الله سبحانه وتعالى قد يبتلي العبدة لشدة إيمانه فإذن ممكن جدا أحج وأعمل مناسك وأروح وأجي وارجع زي الفل وأول ما رجع ألاقي الابتلاءات نزل علي قد كتن قد يغر الإنسان بهذا ولكن الله سبحانه وتعالى يبتليك وليمحص ما في صدوق يعني يعلم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين هيعلم وهو يعلم وهو أعلم منذ الأزل لكن يعلم بهذا التمحيص ويعلم بهذا الابتلاء فأحيانا العلامات قد تغر أنه ممكن أبتلى في نفسي أو في مالي أو في أهلي أو في شغلي أو في أي مكان لا يكون هذا ميأسا لي من الاستمرار في الطاع طب في لحظة الابتلاء هذه وقت الابتلاء كيف أتعامل كمسلم أدى هذه الفريطة هنا يأتي دور الصدق الإنسان حين يصدق الله سبحانه وتعالى يثبت على ما هو عليه مع الابتلاء ويعلم المؤمن الذي يحافظ على فرائض الله سبحانه وتعالى أنه مبتلى لأن الله يثبته على هذا الطريق وأن الله سبحانه وتعالى بيده كشف الضر أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله قليلا ما تذكرون قليلا ما تذكرون عند الابتلاء تتذكرون أنه من عند الله وأن النعمة من عند الله وأن العسر كله واليسر كله والانفراج كله بيد الله سبحانه وتعالى الصدق في كل قول وعمل في أداء المناسك أو في أداء العبادات أو عند الابتلاء هو الأحرى بأن يتحراه الإنسان و هنا يأتي نلاقي مثلا أن الصحابة رضوان الله عليهم كان كل همهم في الدنيا أن يقول الله لهم صدقت في واحد واخد لقب وهو سيدنا عبد الله بن جحش واخد لقب اسمه المجدع في الله المجدع يعني مقطوع الأنف والأذن مجدوع الأنف يعني مقطوع مقطوع الأنف ومقطوع الأذن جلس ليلة أحد هو وسيدنا سعد بن أبي وقاص فسيدنا عبد الله بيقول لسيدنا سعد إلت تدعي دعوة ونقول أمين ونهادعي دعوة ونقول أمين قال له ماشي فقام سيدنا سعد بن أبي وقاص وقال اللهم لقني غدا فارسا شديدا بأسه أقتله وآخذ سلبه فسيدنا عبد الله بن جحش قال آمين وقف سيدنا عبد الله بن جحش وقال اللهم لقني غدا فارسا شديدا بأسه يقتلني ويقطع أنفي وأذني حتى ألقاك مجدعا فتقول فيما جدعت يا عبد الله فأقول فيك يا رب فتقول صدقت هو كل هم من الحكاية كلها إن ربنا يقول له صدقت فهذا وقد كان وقلت إلى سيدنا عبد الله وحتى بعد أن استشهد رضي الله عنه يقول سيدنا سعد لقد كانت دعوته خيرا من دعوتي الصدق والإخلاص لأن قبول العمل مرهون بحكتي الإخلاص فيه ومعنى الإخلاص أن يكون العمل لله وحده لا يشرك فيه غيره لا من مصالح الدنيا ولا من الناس ولا من الغياء ولا من السمعة يقول الله عز وجل في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه يعني نزعت بركتي عنه ويقول أنه في يوم القيامة يؤتى بالعبد صلى وصام وقام ويدخل النار يقول يا رب وصلاتي قرأت القرآن ليقال قارئ الإخلاص في العمل ابتداء ثم أن يكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الإخلاص والمتابعة يقول سيدنا الفضل بن عياد الإخلاص والمتابعة أن تستمر على العمل وأن يكون خالصا لوجهه سبحانه وأن يكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم مدومة العمل ومدومة الطاقة نعم ومن ثم يقول سيدنا أبو الضغداء لأن أستيقن أن عمل لأن الله قبل لي عملا أحب إلي من الدنيا وما فيه لأن مسألة أن يقبل الله سبحانه وتعالى من أحدنا عملا هو لما بيقبل عمل لا يتركه هكذا وإنما مهما كان العمل صغيرا فإن الله إذا نظر لفلان يعني رحمه ونظر إلى عمله نماه له حتى صار أعظم من الجبل أدي قبول العمل مش إنه بس مقبول أنت لو قلت سبحان الله وقبلها الله سبحانه وتعالى تجدها يوم القيامة أعظم من جبل الخندمة فالذين يخلصون ويثبتون على الطريق هم الذين يصلون في النهاية يعني الإخلاص كما ذكرت والصدق هم المفتاحان لاستدامة الطاع أو إدامة الطاع نعم وهم المفتاحان اللي هم أبل العمل عشان ربنا يتقبلوا جميل سيادتك يا دكتور ذكرت منذ قليل أو فرقت ما بين أمرين نعم القبول والصحة وعدم والصحة نعم القبول هذه مساحة ربانية بيد الله سبحانه وتعالى نعرفها نعم يقبل أو لا يقبل نعم كيف أتأكد من السلامة هنا سلامة ما قمت به من شعر صحيح كما قلنا السلامة والصحة أن يكون موافقا لما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم وقال في الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي إذن إذا وافق العمل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هذا صحيحا وهنا يأتي دور الفقهاء الذين يبينون الصحة وعدمها والشروط والواجبات والسنن والهيئات يعني إذا فعل كذا فالعمل صحيح وإذا نسي كذا فالعمل صحيح ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رخص في عمل من الأعمال أكثر ما رخص في الحج يا رسول الله فعلت كذا افعل ولا حرك كيف عال ولا حرك ييسر ييسر ييسره شوف إحنا عندنا قاعدة شرعية تقول المشقة تجلب التسير يعني حين يكون العمل شاقا يأتي معه التسير الصيام في الحر يرخص لك الفطر إذا خفت الهلكة إذا الصلاة وأنت مريض مشقة تجلب التسير تصلي وإنت قاعد تصلي وإنت نايم تصلي بعينك تصلي بقلبك إذا لم يستطع الصلاة بعيني يجري أعمال الصلاة على قلبه يعني يتخيل أنه بيصلي فأي تسير بعد هذا الحج مشقة إذن لا يشق رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس وإنما افعل ولا حرك الحج عرفة والوقوف بعرفة كما قال الفقهاء يتحقق بلحظة يعني إذا رحت وقفت لحظة انتهى الموضوع أنا وقفت هو الركن الأعظم الأعظم ويقول عرفة كلها موقف لا تتزحم ولا كلها كلها موقف إذن كلما كان العمل شقا جلب معه التسير وإن الله لا يجمع على العبد عسرين وإنما يجمع على العسر يسرين جميل إذن نحن في حاجة إلى مراجعة أنفسنا لأنه إذا كان الدين بهذا اليسر وبهذا الجمال وبهذه الرحمة فأي شيء يمنعنا من الإخلاص لله في القول والعمل أنت ممكن يعني ولذلك الحجاك صنفان صنف يقال له بورك حجك وقبل وسعيك مبرور وحجك مبرور وثاني يقول مالك من حرام فأنا يستجاب لك إذن الفرق المشقة واحدة لده ولده اللي راح حج من حرام زي اللي راح حج من حلال اللي اتنين عملوا نفس المناسك طب إنت تعبت خليها من حلال عشان تقبل برضو بقولي الكلام ده وده لأنه الموضوع إذا كان واحد فإحنا نستفيد بيه في حياتنا في كل شيء أنا بقول لمن قدر عليهم رزقهم أنك قد تكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى إذا كنت على الطاعة ما يبقاش أنت يعني مقدور عليك رزقك وفي نفس الوقت بعيد عن ربنا طب أقرب علشان يقبل منك أيسر عمل وقد يبتل الإنسان بالغنى لأنه في صبر على الحرمان وصبر على العطاء الصبر على العطاء أن تؤدي حق الله في النعمة التي معك لأنه أنا ممكن يكون معايا فلوس جدا كتير جدا ومصبرش عليها إنها تصرف في حرام ولكن لما أصرفها في حلال وروح أحج وأذهب إلى الحج على قدر استطاعات المادية يقولوا افرض إن الواحد يقدر إنه هو يروح يحج بس لازم يركب الطيارة درجة أولى ما يقدرش يقعد في كورسي دي لازم يقعد هناك خمس نجوم ما يقدرش يقعد في الشمس طيب هو الفلوس اللي معاك كافي إنه يركب كورسي قد كده ويقعد في حد يقولوا ده من عدم الاستطاع شوف تيسير ربنا سبحانه وتعالى وهو في كل هذا يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ربنا يتقبل صالح الأعمال من كل ضيوف الرحمن ويعودوا بسلامة الله يا رب كده إلى أوطانهم شكرا جزيلا نورتنا وشرفتنا دكتور حازم مبروك الباحث بهيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف كل عام وحضرتك طيب وحضرتك بخير وسعادة شكرا لبركم